خلال الفترة السابقة في اجتماعات مهمة داخل النادي الاهلي اجتماعات برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع كولر المدير الفني ومع الكابتن سيد عبد الحفيز مع لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف مع شركة الكرة بالنادي الاهلي الكابتن عدل القيعي والأستاذ خالد عبدالقادر وأحمد حسام عو كابتن محمود الخطيب زي ما احنا شايفين الفيديوهات دي اللي قدامنا في اجتماعات مهمة خلال الساعات القليلة السابقة أو الماضية قبل صفر الكابتن محمود الخطيب للخارج وصفر الكابتن محمود الخطيب للخارج هيكون بعد أيام قليلة قادمة أيضا الأول اجتماع الكابتن محمود الخطيب زي ما احنا شايفين مع شركة الكورة عقد مع الكابتن عدل القيعي شرح خلاله آلية العمل وكيفية التنسيق والتعاون بين النادي والشركة في المهام المكلفة ده اجتماع التاني مع لجنة التخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف في حضور الكابتن حسام غالي مناقشة أيضا كافة الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم توفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع قبل انتراك المسلم الجديد وأيضا لاطمئنان على قطاع النشيبي النادي الأهلي وعام العمل على أكاديميات النادي الأهلي داخل مصر وخارج مصر الاجتماع التالت مع كولر وهو أيضا اجتماع مهم جدا ومع كابتن سيد عبد الحفيز برضو للترتيب قبل يعني انطلاق الموسم كابتن محمود الخطيب قاعد مع كولر عشان يسمع احتياجاته كاملا وهنتكلم دلوقتي في كل الأمور اللي بتخص الصفقات ونقدر نطمن جمهور النادي الأهلي قاعد مع كولر علشان يشوف كل طلبات كولر وهو ده دايما العمل داخل النادي الأهلي بتدي المدير الفني كافة الأمور كافة المصطلحات يقدر يشتغل بتشوف احتياجاته بتوفرها بتوفر له الظروف المناسبة علشان يقدر يشتغل فيه الظروف تنجحه هي دي الاجتماعات اللي أنا بقول لحضراتكو عليها خلال الأيام السابقة اللي عقدها الكابتن محمود الخطيب قبل صفر والخارج الصفر ان شاء الله يكون بعد أيام قليلة قدم